فإذا سألوك لماذا فرض الله الصوم ماذا يستفيد الله تعالى من عباداتنا يقال له بأن الله جل وعلا غني عن عبادة خلقه كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى هو الملك لا إله إلا هو الحي القيوم عز وجل لكنه سبحانه وتعالى يأمرنا بعبادات لتظهر عبوديتنا له تظهر طاعتنا له وهذه العبادات مفيدة لنا بلا شك مفيدة لنا من ناحية روحية ومفيدة أيضا من ناحية جسدية فالصلاة مفيدة للإنسان غاية الفائدة سواء في قلبه بارتباطه بربه وجمع الأجر عند الله وكذلك فائدة جسدية من جهة ضغط الدم عند السجود من جهة حركة الركب حركة اليدين عطوا الاتصال اللي معكم أو نحو ذلك هذه كلها مفيدة بإذن الله تعالى لجسد الإنسان كذلك الصوم الصوم له فوائد كبيرة جدا لدرجة اليوم أن أعدادا من غير المسلمين يتعمد أن لا يفطر إلا العصر يتعمد أن يمتن عن الطعام والشراب ست ولا سبع ساعات إلى اليوم من غير المسلمين ممن لا يدينون بالإسلام ومع ذلك يرى أثره على جسمه إذا فعل ذلك وهاهم المسلمون يصمون لله الحمد منذ يعني منذ مئات السنين ولم يذكر بأن أحد منهم تضرر بسبب صومه ولم نذكر أن أحدا أصيب بمرض بسبب الصوم وإنما يصابون بمرض بسبب الأكل والتخمة وما شابه ذلك ومن دخل على مواقع النتة التي تتكلم عن الإعجاز العلمي المتعلق بالعبادات سيجدوا من ذلك عجبا